رنة من العراق تقول زوج أو عفوا تقول أخو زوجي صار بينه وبين زوجت مشكلة في رمضان في العشر الأخير من رمضان طلقه و يحامل ثم ذهب بها أول أيام العيد إلى أهلها يقولون الناس بأن الحامل لا يقع الطلاق عليها هذا الصحيح أختي رنة بارك الله فيك أولا بالنسبة لطلاق الحامل يقع بل هو من طلاق السنة بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يطلق امرأته فإنه يطلقها طلاق السنة قال العلماء طيب ما هو طلاق السنة قالوا أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو يطلقها و يحامل لماذا لأن استبان حملها ولذلك هذا من أصرح الطلاق و من أبين الطلاق و ما يعني يقوله الناس من أن الحامل لا يقع طلاق هذا كلام جهال هذا كلام جهال بل هذا الطلاق من أصرح الطلاق والأمر الثاني بالنسبة لعدة المطلقة الحامل هي بوضع الحمل ليس عدتها بالأشهر مثلا و إنما بوضع الحمل يقول جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فهي الآن إذا وضعت الحمل خرجت من العدة و عليه الآن لكم يا رنى أن تتدخلوا لإصلاح بينهما و فرصة طيبة أن يراجع زوجته ما دام أنها لم تضع الحمل لأن إذا وضعت الحمل خرجت من العدة و بانت منه بينون صغرى إذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية أما إذا كانت الطلقة الثالثة فقد بانت منه بينون كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا لا نكاح رغبة وتحليل لا نكاح شرعي بقصد و إذا مات عنها و طلقها ممكن يراجعها لكن من دون مواطعة فأقولي لهم بأن الحامل طلاقها لا غبار عليه فهو من أصرح الطلاق من أصرح الطلاق و يوجب أن تكنس هذه الفكرة الموجودة و المعشعشة في عقول كثير من العوام على أنه والله يقول لك الحامل ما يقع طلاقها سبحان الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين من أين أتيتم بهذا من أين أتيتم هذا أصرح الطلاق هو طلاق الحامل بارك الله فيك